بيأثر على حاجات كدير جدا وبيأثر في الكبد لما بيجينا الكبد دهني هنقول برضو الكبد دهني هنشخصه ازاي وهنعالجه ازاي وامتى هشوف الكبد محتاج ترخل مني او ما ترخلش اما بنيجي نشوف الوظائف الكبد اذا لقناها وظائف الكبد طبيعية اذا بنقول ده كبد دهني فبننصح المريض الاول ان هو يقل وزنه دايما بشوية اوقات الزوار اللي دخلوا الكبد اللي هي الخلالات دي هنية هي طبعا متخش جوة الخلال الكبد دي الكبد دي يجبر شوي وزاك يجيلك العيان يقوله ده عندي مترعنة ترخم في الكبد ده دكتور وخايف ومرعوب اه بيعمل ترخم في الكبد الكبد ربنا خلقه نسبة من وزن الجسم حوالي اتنين في المية تقريبا يعني الكبد الانسان اللي عنده شخص وزنه ستين كيلو تقريبا هيبقى وزن الكبد بتاعه حوالي كيلو وربح تقريبا الوزنه مية كيلو هيبقى حوالي اتنين كيلو تقريبا الوزنه مية وخمسين كيلو هيبقى حوالي ثلاثة كيلو دايما ان الكبدة بتاعت الاصفور غير كبدة الدجاجة غير كبدة الخروف غير كبدة الفيل الكبد ربنا خلقه نسبة متوازنة عادلة من وزن الجسم لان الكبد ده هو كبد واحد في الجسم الواحد عنده كليتين عنده رئتين عنده اذنين عنده عينين فالكبد هو حاجة واحدة ولذلك بيقوم بكافة بعمل كيميائي ضخم لو عادنا نشوف الحاجات اللي بعملها الكبد بنجد ولا معامل الدنيا دي بتكفيها لانه بيقوم بوظائف كثيرة جدا مختلفة ومعمل بيشيل سميات من الجسم والاخره يعني الكبد ده عبارة عن نقطة الجمارك او الجوازات اللي انا ما بادخل اي بلد لازم اعدي من المطار على الجوازات عشان البصبور بتاعت ختم بختم الدخول او ختم الخروج من هذه البلد كذلك الكبد ان كل الدم اللي جاي من الامعاء حاملا معه الاطعمة المختلفة بعد هضمها لازم يعدي على الكبد عشان نبدأ ياخد ختم الدخول ويعدم الكبد الى القلب ويخش الدورة الدموية العامة وذلك في دورة الدموية اسمها الدورة الدموية البابية يبقى اذا اي اكل او اي حاجة هتندخل على الكبد لازم تخش تاخد الختم الدخول تصريح الدخول وبعدين يتعامل الكبد معها مع المواد المختلفة سواء انه يدفلها حاجة او بيزود حاجة او بيشير منها حاجة او بيخزن حاجة ويبدأ يوزحها الجسم عشان كل عنصر من عناصر الغذائية يبدأ يؤدي وظيفته اللي هو ربنا خلقه ليها اشتركوا في القناة